ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهذه كل القيم غرست في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية فجانب منظومة كاملة فيما يتعلق بالكون فيما يتعلق بالحياء فيما يتعلق بالإنسان فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالمخلوقات التي حوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء فأصبح الصحابي ينظر لهذه المخلوقات خلقها الله وهذه أمم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فنقالهم النبي صلى الله عليه وسلم في منظومة متكاملة عقائدية وأخلاقية لهذا جاءت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون لأن الله سبحانه وتعالى قال تبارك الذي جعل في السماء بروجة وجعل فيها سراجا وقمر منيرة ثم بعد ذلك تكلم على الأخلاق قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة فبالتالي فيه ربط بين العقيدة بين الأخلاق بين القيام ثم أيضا رباهم على قيام الليل الجانب روحي حتى تتصل الأرواح بالله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا ثم جاءت بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم منهج للصحابة في كيفية التواصل مع الله من خلال قيام الليل ولهذا وصفهم في قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما شفت هذا المنظر العجيب أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما هذا ساجد وقائم في الخارج المظهر الإنساني الخارجي في الجسد لكن داخل يحظر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذه الآيات كلها مكية فكان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم معاملة متكاملة شاملة فيما يتعلق بالأخلاق فيما يتعلق بالعقائد فيما يتعلق بالعبادة فيما يتعلق بأصل الإنسان فيما يتعلق بالكون بالحياة وكل هذا مستمت وموجود بإن نقر فيه كل يوم في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ضم رضنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير هذا أني بنحب نوصل رسالة للمستمع أراه منهج النبي وطريقة موجودة بين يديك ألتجي إلى كتاب الله ترى فيه العجائب حيفتح الله قلبك وينور الله عقلك ويطهر الله نفسك كل ما يتعلق بالحياة بالكون بالوجود بالسعادة الإنسانية فيما يتعلق بالحضارات بالأمم بالدول بالصراع كل في كتاب الله وبالتالي رسول صلى الله عليه وسلم كان هديه أو كان هو تفسير عملي لكتاب الله وهذا ما أحببت نوصل هذه الرسالة وانتمنى تكون وصلت في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة باعك الله فيكم الله يفتح عليكم الله يفتح عليكم باعك الله إذا وصل كلام للناس انتهت الخطابة وانتهت البلاد أولا فعلا